كل مننا يولد في لحظة من لحظات هذا الزمان وكل مننا يولد في مكان ما من أماكن هذه الأراضي أو هذه البلدان وكل مننا أيضا يموت في لحظة ما ومكان ما لا أحد يعلم أين لكن خلال هذه المسيرة الكاملة نحن نشعر دائما بالحاجة إلى انتماء الانتماء إلى نحلة إلى جماعة إلى عائلة إلى أسرة وأيضا نحاول أن نفرض على الآخرين رغبتنا بالانتماء إلينا هذه العملية التنائية ستشغل بال جميع المخلوقات بالتعبير الديني أو الكائنات بالتعبير الموضوعي الوضعي فكونوا معي أستقائي وهذه الحلقة السريعة حول ما أسميها الانتماء المزوج أو الانتماء الطبيعي والذي أدعو الجميع إلى أن يعتبروه مسألة أساسية في حياتهم كما قلت أن ننتمي إلى أنفسنا مسألة ليست بالسهلة لا بد من لحظة ولادتنا أن نعتمد على الآخرين وأن نعتمد على انتمائهم لأنفسهم وبالتالي يجعلوننا نشعر بهذا الانتماء الخاص بهم ونقلده ونحاكيه ونحاول قدر المستطاع أن نتماثل مع الآخرين بطريقة أو بأخرى لكن هذه العملية لا تتحقق بالطريقة التي نحلم بها أو بطريقة التي برمجنا عليها ككائنات لديها قوانين ولديها جينات وموروثات خاصة بها والسبب يعود إلى طبيعتنا طبيعة كل مولود الخاصة وحاجاته وكل ما يتعلق به لا يوجد إنسان يشبه إنسان آخر لكن المشكلة أين؟ أننا عندما نولد نحتاج إلى التشابه مع الآخرين نحتاج إلى الشعور بالانتماء للآخرين لكي نستطيع التعامل معهم ولكي يستطيعهم التعامل معنا وأتبارنا جزءا من حلقة الحياة أو فضاء الحياة الذي نسكن ونتنفس هواءه الثقافي أو الذهني أو المعرفي أو الرمزي أو العلاماتي كلنا نعيش دائما داخل منظومة من الرموز منظومة الرموز هذه هي تعبر عنها بس من خلال التقاليد وعادات وأديان وطقوس ولغات وإشارات وحركات وملابس وكل هذه العملية هذه منظومة الرموز هي بأكملها منظومة صوتية أيضا ضمنها رموز صوتية هذه كلها هي شكل فضاء الحياة فضاءنا الذي يصنع ما نحن عليه أو يكوننا نحن كذوات حرة بالطبيعة وليس بطبيعتها حرة يعني تولد حرة ومستقلة عندما يتمرض أحدنا هذا تمرض الجميع مثلا أو لو مات أحدنا لمات الجميع فبالتالي الحرية مسألة أساسية لكل إنسان ولا يمكن أن يكون هناك إنسان بمعنى الإنسان إن لم يكن مالكا لحريته ولأمره الذي أريد أشيري إليه هو موضوع مفهوم أحاول أن أطرحه وأعتبره مفهوما قابلا لتطبيقه في مناحي عديدة من مناحي الحياة الإنسانية وأعني مفهوم الانتماء المزدوج ماذا أعني بهذا المفهوم؟ أعني بأن كل إنسان لديه انتمائه انتماءات مختلفة وخاصة انتمائه العائلي وعلى المستوى الصغير وعلى انتمائه الديني أو الوطني أو القبائلي أو العشائري فلديه انتماءات الكبرى هي انتماءات إلى الدين ما يسمى دين أو ما يسمى دولة ونظام وحكومة وسلطة وقانون انتماءات الكبرى هذه أنت مجبر عليها ليس أمرا فيه أنت مخير لأنك إن ترفض هذا الانتماء سيتم رفضك وتمتنى عليك أي قدرة على التواجد داخل هذه الجماعات وحتى حالما تذهب إلى ماكن أخرى تنتقل من دين إلى آخر من سلطة إلى آخر من قانون إلى آخر من مجتمع إلى آخر لابد أن تخضع لقوانين المجتمع الآخر وأعرافية وتغاية بالتالي لابد أن تنتمي شيئة أم أبيت إلى ظاهرة من ظاهر الحياة الاجتماعية أو الجماعية البشرية فبالتالي الانتماء إلى الجماعة أين كان شكلها دولة أو دين أو عشيرة انتماء إجباري لا محيصة ولا مناصة منه إطلاقا المشكلة هنا تكمل كيف توافق بين الانتماء لنفسك ولذاتك ولكينونتك ولطبيعتك ولخصوصيتك والانتماء إلى الجماعة أو بمسميات العديدة وأسميها دين وانتماء على دين حتى لا يقال أنني أتحدث ضد الدين أو مع الدين المسألة لا علاقة لها بالضد والمعاء مسألة العلاقة من محاولة فهم ما نحن عليه وتفكيك هذا الذي نحن فيه بحيث لا ندعو المعطيات التي أفرزت ما نحن فيه علينا أن نفهم جذورها وحقيقتها والأسس التي انطلقت منها فبالتالي أنت مجبر على الانتماء إلى الجماعة ليس لأنك مؤمن بها وهذا كان مشكلة المشكلة أنه يقول لك أنا أؤمن بهذا الدين هو بالحقيقة ورغما عن أن فيؤمن بالدين وحتى الدين نفسي يقول أنت رغما عن أنفك تؤمن بهذا الدين الدولة تقول لك رغما عن أنفك تؤمن بهذا القانون وبهذه الدولة فلابد هذه المسألة ليست اعتباطية وهذه تحينها لمسألة الدين الشخصي هذا موضوع مختلف يعني لا يوجد دين شخصي هذه خرافة يعني بعض العلمانيين يعني خرافة سياسية أنا أسميها بعض العلمانيين استخدموها لتمرير مشروعهم السياسي وليس الفكري ولتمريرها على الناس العادين الذين لا يعرفون ما هي حقيقة الأمور هذا موضوع آخر فأنت عندما تؤمن أو مجبر على الانتماء إلى هذه الجماعة ولهذا السبب الدين يقول لك بالإسلام يقول لك أنه حكم الردة لأنه منطقيا حكم الردة لابد أن يكون ولأنه أنت محسوب على الدين فلابد أن تعترف وتقر وتؤمن الناس تؤمن وتؤمن بعبوديتك إلى هذا الدين فالعبودية وما خلقته الإنس والجنس إلا ليعبدون هي هاي والجن إلا ليعبدون فهذا المعنى الضمني لكن في قسوة تختلف القسوة وشدة الانتماء بين الجماعات يعني كونفوشية تختلف عن الإسلام كونفوشية نسميناها دينا هي ليست بدين نحن نسميها دين لماذا نسميها دين؟ لأنه هي معنى الكلمة والحكم والقضاء والطاعة مهنة معاني كلمة الدين بالإسلام والامتثال والإدعان أيضا من معاني كلمة الدين فعلى الإنسان أن يدعن للدين الذي يؤمن به رغم أن فيه وأن لم يؤمن به يجب أن يؤمن بشيء آخر سلطة أو دولة فبالتالي أنت الدفت حال الضغط لا نهاية لها فالحل الأغلبية تستسلم لهذا الموضوع وتؤمن بما هي فيه لأنها تعرف بأن حساب الربح والخسارة ليس في صالحها فبالتالي الأغلبية الكبرى تختار الانتماء إلى السلطة التي تفرض حضورها على الشارع وعلى الحياة عموما وعلى الناس زميعا فالآن في وقتنا الراهن تجد سلطة الإسلاميين مهيمة على الشارع العربي الإسلامي وقبل أربعين عاما كانت سلطة القوميين والضباط الأحرار بخطابهم العجيب الغريب ما أعرف شونه وهناك سلطتان كانت سلطة الضباط والقوميين الذي يسمون أنفسهم قوميين واخترعوا شيء اسمه قومية عربية وأجبروا جميعا فالناس انخرطت مع هذا التيار يعني أجبروا على الانتماء لهذه القومية حتى الانتماءات إلى فرعية أخرى أجلوا هذه الانتماءات لأنها ليس من مصلحة الجميع أن يعارضوا هذا الانتماء قبلها أيضا كان الانتماء للدولة الأثمانية وقبلها بالإيران ينتمي إلى الدولة الإيرانية أو السلطة الإيرانية أو المرجعية الدينية الإيرانية أو المرجعية الدينية الأزهرية وهكذا أنواع كثيرة من السلطات المهم الفكرة أنه أنت دائما عندما تولد تكون محط أنظار الجميع يعني الكل يريد أن يستثمرك ويستعبدك ويجعلك فردا من أفراد قطعه وأتباعه ولهذا السبب يوجد دائما حزاب السياسية وتوجد دائما يوجد مذاهب دينية ورجال دين هؤلاء ماذا يفعلون؟ هذه هي وظيفتهم استيادك استيادك كذات وأنت صيد شئت أم أبيت يعني لا بد أن تكون صيدا أو طريدة تقع في شباك أحدهم أو في مذهب أحدهم هذا الأمر يعني لا محيد عنه ليس بإمكان إلا ما كان فهو أو ما يكون فأنت تكون تابع لجي في جي ما توقع بعد ذلك أنت مسألة مع نفسك هنا يدخل إنسان ما يسميه ممكن إذا صح التسمية يسميه فيورباخ الاقتراب وأيضا أخذ المصطلح من عنده الماركس فيصير اقتراب بين انتمائك إلى الآخرين هو ما يسميه انتماء أنا ها تسمية الانتماء والانتماء الطبيعي أو المزدود هذا الانتماء الطبيعي هو أنت تكون انتماء طبيعي إلى ذاتك وإلى نفسك وإلى كينونتك وإلى جسدك الذي أنت محاصر فيه أنت سجين جسدك وهذا الجسد أنت محاصر فيه ولا يمكن أن تخرج منه ما حاولت يعني فإذا ما تولد أيضا تسجين جماعتك ولا تستطيع أن تخرج من هذا الجسد الجماعة جسد الجماعة أو لاوعي الجمعي لجماعة لا تستطيع أن تخرج عن هذا اللاوعي حتى ذهنك أيضا هو المتشكل معهم أنت ترضع من مشيمة هذه الجماعة بدلا كنت أيضا ترضع من مشيمة الأم داخل الرحم وحين تخرج لن يعني لن يطلق سراحك إنما تدخل في رحم أكبر بكثير ورحم غير مر أي مثل الرحم غير مر الذي كنت فيه في بطن والدتك هذا الرحم الكبير أنت تشعر بأنك آمن مؤمن فيه وتشعر بالحاجة إليه كما أنت بحاجة لأمك وأبيك وخاصة أمك فرحم الجماعة هو الدين أو الدولة أو السلطة بالمصطلحات الحديثة خاصة بالدول الغربية الإنسان الغربي خرج من رحم الدين الذي أصبح قديما بالنسبة إليه ولا يلبي حاجة هذا الجنين الذي أصبح أكبر من حجمه كثيرا خاصة بالدول الغربية وهذا الجنين الغربي الذي يولد داخل الرحم الغربي تجد أكثر صحة وأكثر ذكاء وأكثر إمكانات وأكثر قدرة على التأقلم مع الظروف لهذا سيشوفهم متقدمونهم في كل شيء لماذا؟ لأن الرحم الغربي رحم خصب ومتعدد ويسمح بوجود دوات وانتماءات متعددة داخله وليس انتماءا واحدا يعني الرحم الغربي في داخله أرحام متعددة ومتداخلة لكن مشكلتنا أحلى في الرحم الشرقي هذا الرحم يرفض وجود أرحام ثانوية داخلية يعني لا يقبل بوجود أي شريك بدليل أنه تشوف الأديانة أديان مواحدية وترفض وجود أي شريك وتعتبر أنه هذا الشريك هو كفر والحاد يعني كثير من الأسماء وأيضا لا ترفض وجود شريك داخل جسدك يعني أنت كإنسان تعتبر أنه نفسك هي شريك لهذا الإله أو لهذه الجماعة فأنت لاجبا لا تنتمي إلى نفسك وهنا المشكلة الخطيرة اللي أقصد بها الانتماء المزدوج اللي أدعو له الانتماء المزدوج واللي هو الانتماء الطبيعي يعني أكون مفهومين انتماء طبيعي وانتماء مزدوج فالانتماء المزدوج مفروض على كل إنسان كائنا ما كان منذ لحظة منذ أول إنسان بالتاريخ إلى آخر إنسان بالبشرية رح يكون الإنسان هو مجبر على الانتماء المزدوج المشكلة انتماءنا في مجتمعات الدينية إنها انتماء لا تقبل الانتماء المزدوج ترفض الانتماء المزدوج هنا معضلاتنا كبيرة فعلينا كمجتمعات تعيش في العالم المعاصر أن تنتقل من الانتماء القطيعي أو الانتماء المنفرد إلى الانتماء المزدوج وهذا يجب أن يشرب داخل كل إنسان ويجب أن يتغلغل هذا الانتماء المزدوج ويصبح معيار أساسي لمحك لقيمة المؤسسات التي تشرف على حياة المجتمعات الشرقية العربية الإسلامية أيضا هذه القيمة الانتماء المزدوج تصبح هي معيار أساسي وبند يعني ممكن يصير بند من بنود الدستور أنه كل إنسان لديه انتماءين انتماء إلى ذاته إلى نفسه وهذا الانتماء يجب أن مراعاته واحترامه وأيضا يجب أن ينتمي إلى المؤسسة أو الدين الذي يشاء وممكن يصير أكثر من انتماء إضافة إلى انتماء الخاص لكن انتماء إلى ذاته وإلى نفسه وانتماء لا إسم الذي يتوضع عليه يعني الإنسان عنده هوية هوية أنه يعرفونه أنه الآخر يقول أنت هو فيسميك يعني كلمة هو عن عندي النحنوية والهوية الهووية قد فتح المسكين المفكر الراء فيقول أنك هووية أنا لا أقول هناك نحنوية إحنا علينا مشكلتنا إحنا ما زلنا نحنويين ونرفض وجود هو هو الغرب يطلق علينا صبت هو وهذه سبب كوارثنا وهذا موضوع فلسفي ممكن مناقشنا لاحقا لكن أنا أقول أنه هنالك نحنوية علينا أن نتخلص منها علينا أن نخلق الأنوية الخاصة بكل إنسان ونصنع الذات الذاتوية الخاصة بكل إنسان وهذه الفردانية للإنسان وليس فردية الفردية لهلاقة بالقطيع فأنت أن تكون متشخصا من قبل الآخر بصفتك مشخص يعني كلمة إنسان لها علاقة برؤية الإنس الإنس العين فأن تراك إنسان لا أن تراك عبد وتابع ويجب واجب عليك الطاعة طاعة الله ورسوله وهي يعني تعبير رمزي لطاعة السلطة والحكومة فبالتالي أقول علينا أن نفهم أن هناك انتماءان وليس انتماء واحد وهذا مشكلة بجتمعاتنا حاليا عندما تحدث مع أي شخص هو يتحدث بصيغة الانتماء المنفرد ولا يتحدث باسمي بل يخشى أن يقول أنا أنتمي إلى ذاتي وإلى نفسي وهذه شخصيتي بل يقول أعود بالله من أنا وتخيل المشكلة الخطيرة يعني من حسن حظ الدول الغربية والعالم الغربي بدءا من أيام اليونان إلى الآن هم تخلصوا من هذه المشكلة فقط مروا بفترة ألف تقريبا ألف سنة أكثر من ألف سنة تحت سلطة دينية شرقية الأصل يعني من جماعتنا يعني من جماعة الأمة العربية الإسلامية الشرقية التي تؤمن بالانتماء المنفرد الانتماء القطيعي الذي يسحق الأنا ويطالب الأنا ويبني مؤسسات وفكر ومعرفة كاملة قائمة على هذا الأساس وهذا ينفي وجود آخر وينفي وجود أفراد الأفراد موجودين لكي يطيعوا ويؤدي الفرائض ولا حقوق لهم الحقوق كلها للقطيع أو لله أو لجماعة المؤمنين أو المصلين الحقوق كلها لهم في مجموعهم جسدهم واحد لكن هما كما يقول لك الجسد المؤمن المؤمن أخر المؤمن أنت داعى جسء ما أذكر الحديث النبوي وهو حديث طبعا موضوع مفصل تفصيلا ممكن نعرف به طبيعة الانتماء لأنه يقول لك هو أخ لا يقول لك صديق ولا يقول لك رفيق ولا يقول لك لا أخ الأخ معناته متطابق معه أنت يجب أن لا يختلف الأخ عن أخيه وهنا المسألة التي يجب أن ننتبه لا يقول لك أنت الشقيق بل يقول للنساء أنت شقاق الرجال وهذا بحث ممكن يعني ما ندخل به حتى لا أطلع خارج المؤمن المهم الفكرة ما لتقول هناك انتماء قطيع علينا أن نتقن التخلص منه أو نتقن التعامل معه ونتقن أيضا الحفاظ على ذاتنا وعلينا أن نكون ماهرين في هذه المرة أنا لما عندي مشكلة أقول لك أنت أنتمي إلى دين كن مؤمنا صالحا كن مؤمنا متدينا إلى أبعد الحدود لأنك أنم تكون مؤمن بهذا الدين أو أطالبك بالتخلص من هذا الدين كما يدعو بعض الملحدين أو المتطرفين في الإلحاد يدعوك للتخلي على هذا الدين بحجة أنه دين عنيف ودين سيء وكذا 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 يعني إذا طلعت من هذا الدين راح تدخل في دين ثاني ربما دين علماني أو دين إلحادي فلابد أن يكون لديك انتماء كما قلت من بداية أن الانتماء مسألة إجبارية وليست مسألة اختيارية وهذا الأمر الذي عبرت عننا الأديان بشكل صريح وأدانه الملحدين طبقة الملحدين أو الكثير من المحللين لواقع البشري يرون بأن هذا عملية عنيفة وضد الإنسانية وما إلى ذلك لكن بالحقيقة هي هكذا الأمور يعني لماذا تقال؟ هذا المجتمع البشري مجتمع ناقص والإنسان كان ناقص وليجب أن نعترف أنه كان عنيف وذلك بحاجة للعلنف وبهذاрыв هو بحاجة لتاحبه و بحاجة إلى انتماء لماذا أعني إلى هذه الجماعة worldwide واحدة لماذا أصر على انتماء لها جم DNA لأني أشعر بالأمان وأشعر بأنني أستعد لدي لدفاع عن هذه الجماعة وأمارس العنف وأأ embrنما أكسب ما استطيع كثر من انتماء إلى جماعة المؤمنين أو المصلين أو جماعة الإسلاميين الشيعيين الماركسيين البعثيين كل أنت ممكن تعتبرها انتماء شكرا جزيلا ومع السلام